موسيقى وبعد محطة عسفان مشى صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر بهذه الجموع المائة ألف متجهين إلى البيت العتيق ومروا بمكان وهو على الدرب الجادة العظمى يسمى كراع الغميم لماذا؟ لأن خلفنا جبل أسود ممتد مستطيل من حرة ضجنان وهو على شكل كراع وهو الساق ساق الخروف الذي من الظلف إلى الركبة الذي لا لحم فيه فهو مستطيل فسمي كراع وهو جبل بركاني من الحرة حرة ضجنان سوداء الركبان وهم ذاهبون إلى البيت العتيق يجعلون حرة ضجنان على يدهم الشمال وهي أرض طينية خصبة فسميت كراع الغميم المكان يسمى الغميم والغميم هو النبات الأخضر الربيع الجديد الذي ينبت بعد ربيع يابس لأن الربيع في هذه المنطقة الغميم يستمر وخصب فتأتي السنة القادمة فينبت ربيع جديد تحت الربيع اليابس فاليابس يغطي الأخضر يغمه فسمي غميم في هذا المكان حصلت قصة ورحمة من المصطفى عليه الصلاة والسلام انظروا مئة ألف مئة ألف تعبوا الآن قطعوا ثلاثمائة وخمسين كيلو متر من المدينة متجهين إلى بيت العتيق ليس كلهم على إبل عدد كبير منهم يمشون راجلين فتعبوا اشتدت عضلات أرجلهم فأتوا إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وشكوا إليه قالوا تعبنا من المشي فقال لهم عليه الصلاة والسلام وهو طبيب الأبداني والقلوب قال عليكم بالنسلان والنسلان هو المشي السريع وتحريك اليدين لتكون عوناً على الجسم للإندفاع إلى الأمام وهي مشية سريعة بخطوات متقاربة وبعد كراع الغميم هذا الجبل الكراع والأرض الغميم الأرض الطينية الخصبة اتجهوا إلى مر الظهران وإلى سرف وإلى بئر طوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر